السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في قناتي وصفات زينة أتشار نوع من الصلطة المخللة المشهورة في دول جنوب شرق آسيا يمكن عمل كميات كبيرة منها والاحتفاظ بها في جرة زجاجية محكمة الإغلاق في الثلاجة ولمدة أسبوع الصلطات في دول جنوب شرق آسيا تقدم مع الأطباق الرئيسية وليس مستقلا بذاته كالمقبلات بل تؤكل مع أطباق الرئيسية كأطباق الرز واللحم ولعمل صلطة أتشار أبدأ بتجهيز الخضروات أقطع الخيار دواء الرقيقة ثم أضع حلقات الخيار المقطعة في صحن وأرش عليه قليل من الملح وأخلطه جيدا وأتركه خمسة دقائق جانبا أقطع الجزاء شرائح طولية رقيقة بالمبشرة أممكن أن تقطع حلقات دائرية رقيقة كذلك الفلفل الأحمر الحار والطازج أقطعه حلقات دائرية رقيقة وكذلك البصل تقطع إلى شرائح رقيقة في وعاء الخلط أبدأ بتجهيز الصوس أضع ملعقتين من السكر الأبيض مع ملعقتين من الفش صوس ملعقتين من الخل الأبيض مع قليل من الملح ثم أضع شرائح البصل مع الفلفل الأحمر وأدعكهما جيدا أضع شرائح الجزر وأدعكها مع الخليط السابق أما الخيار المملح فأعصرها للتخلص من الماء الزائد ثم أخلطها مع بقية الخضروات جيدا أتذوق الطعم والمطلوب أن يكون حامضي حلو وحار معا وأضيف الملح والسكر والخل إن احتاج لضبط الطعم ممكن إضافة بعض الفواكه الاستوائية للصلطة لإعطاء مزيد من الحموضة والحلاوة كالأنناس مثلا أو ممكن عمل الصلطة بطريقة طبخ الخضروات بالبخار أو سلقها سلق خفيف كالفاصولية الخضراء الكرمب القرنبيط والجزر المقطع قطع وسط ثم أخلط هذه الخضروات المطبوخة مع الصوس المعد سابقا يزين وجه الصلطة بمجروش الفول السوداني مع زيت الفلفل الأحمر تقدم الصلطة مع الوجبات الرئيسية كاللحوم المطبوخة بطريقة ستيفري مثل لحم بأوراق الريحان مع الرز الأبيض أو المشويات كالساتي أو مع أطباق الأرز كالرز البرياني أو الرز المقلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأ أترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على الجرس وإلى أن يحين ذلك الوقت استمتعوا بالطبخة